تعزيز التنافسية يعد نهجا في دولة الإمارات ووفق التقرير التنافسية حققت دولة الإمارات المركز الثاني عشر عالميا لكن التنافسية تتعارض مع الاحتكار كيف تواجه دولة الإمارات مثل هذا التحدي الخاص في الاحتكار لبعض المواد سواء كانت اكترونية أو غيرها دولة الإمارات سنت قانون في قانون المنافسة هذا القانون يمنع نشوء أو يحضر أي اتفاقيات من شأنها بين المزودين من شأنها أن تأثر على الأسعار وبالتالي أن تأثر على التوازن في السوق وتخلق وضع احتكاري ذكرت أنت التنافسيين أذكر لك المنافسة المنافسة جدا مهمة في خلق أسواق متوازنة تراعي مصالح المستهلك ومع هذا تكون محفز أيضا على خلق جوم من المنافسة الجودة النشاط والازدهار في هذه الأسواق فدولة الإمارات راعي جانبين جانب المستهلك وجانب أيضا جانب العرض الذي هو يعتبر المزود أو البايع أو التاجر طيب أستاذ سهيل هناك من يقول أن بعض السلع نراها في بعض المتاجر بأسعار منخفضة وتراها في نفس السلع تراها في مراكز أخرى بأسعار مرتفعة قليلا لماذا هذا التباين في الأسعار في بعض السلع الاستهلاكية الموجودة؟ حقيقة هنا لازم نرجع للمسببات التي أدت إلى اختلاف الأسعار ونرى ما هي المعايير أو ما هي الأشياء التي أدت إلى وجود التباين بين المنفذين منها مثلا عندي التكلفة التشغيلية التي موجودة عند كل منفذ عن الآخر عمليات التخزين المقارنة هل تمت مع سعر عادي وسعر حملة ترويجية؟ هل الاثنين كانوا في الوضع الطبيعي للمنتج هذا؟ ولا منفذ كان عنده حملة ترويجية فطبيعي أنه يكون السعر منخفض غير هذا لازم نشوف تاريخ الصلاحية كم المدة المتبقية على المنتج هذا اللي انتهاء المنتج اللي باقي عليه سنة غير عن المنتج اللي باقي عليه شهر واحد وبينتهي فتلجأ بعض المنافذ إلى عمل خصومات أو تخفيضات على المنتجات هاي لأنه يتخلصون منها الأمور الأخرى التي تأثر أيضا مثلا مسألة أنه هل المنفذ هذا مستأجر المكان الذي يدير منه المبيعات اللي عنده دوره المجتمعي عملية التوطين هل عنده توطين تكلفة التوطين هذا ففي معايير مختلفة كثيرة بلد المنشأ منها أيضا هل المنتجين اللي قارنتهم أنت مع بعض حجم تغليف بلد منشأ تاريخ كل هاي الأشياء متبابقة نرجع للمسببات الأخرى اللي هي دورها المجتمعية عملية التخزين هناك سباب عدة ومختلفة وتأتي إلى هذا التباين في الأسعار الطبيعي وصحي برأيك؟ الطبيعي نعم أنت اليوم الجودة تدفع عليها اليوم أنت الخدمة تدفع عليها اليوم أنت يوم تدخل على مكان النظافة الموجودة الهيجين الموجودة عندهم الأمور الصحية كلها لها تكلفة في النهاية فهذا يأثر شئنا ما بينه نوعا ما على عملية تسعير المنتجات ولكن مثل ما أتفضلت أن التباين ما يكون أو التفاوت ما يكون كبير جدا أنا أريد أسمع رأي أستاذ أحمد حاول تباين الأسعار في بعض مراكز البيئة هل تتفق أستاذ أحمد؟ مع هذا الرأي أن التباين يكون طبيعي وصحي لكن نسمع رأيك بعد الفاصل مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة برنامجكم النقطة على السطر مشاهدينا فاصل قصير مشاهدينا فاصل قصير